لديها حافلة عندها حافلة تملك حافلة أو باس أو توبيس الذي لديها هي إذا الفاعل ضمير شي تملك أو لديها هاز حافلة أو باس باس لكن لم نذكر الباس هذا كبير صغير ما هو لونه إذا نستخدم أداء التنكير A أي شي نتكلم عنه أول مرة نستخدم أداء التنكير A ليس لديها حافلة يأتي شخص يقول ننفي الفعل هذا صحيح الفعل هو هاز وبأي شرطاً يستخدم شي هاز نات وهذا خطأ لماذا يا أستاذ؟ إذن هاز تحتاج لفعل مساعد يساعدنا على تشكيل النفي نستخدم داس ونضع عليها أدات النفي نات تصبح دازنت هي اختصار لداز نات فقط حذفنا لأو ووضعناها أبوستروفي شي دازنت يعني هي ليس أو لا ونحول هاز إلى هاف بهذا الشكل لنصد أن أقول شي دازنت هاز لا نضع دازنت بعدها هاف ونكمل الجملة كما هي شي دازنت هاف أباس هل لديها حافلة؟ هل؟ أيضاً نستخدم الفعل مساعد يساعدنا على تشكيل السؤال مثل هنا تشكيل النفي نستخدم داز هل؟ لديها أيضاً الفاعل شي والرجع هاز أيضاً إلى هاف دائماً بعد داز يعني فعال قوية نستخدم الفعل بسيطة المصدر مصدر فعال الملك هو هاف هل لديها حافلة؟ نعم لديها نضع نقل بأول كلمة لدي بيناتهم ممكن شخص يقول يس شي هاز وهذا خطأ يس شي هاف هذا خطأ دائماً أول كلمة أجيب بها موجودة داز أجيب بي داز يس شي داز كل اللي يسي لديها نو شي نفس هنا داز ونضع عليها نط تصبح دازنت أو نقول شي داز نط هذا الشكل ننتبه داز بمعنى هل ودازنت بمعنى لا وننسى بعد داز ودازنت نرجع هاز إلى هاف ننتبه لهذه الملاحظة يعني لا سنقول داز شي هاز شي دازنت هاز هذا خطأ بعد دازنت وداز نستخدم هاف مصدر أفعال الملك ننتبه لهذه الملاحظة